السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطن قبل ما نبدونا فيديو تانا تانها اليوم ما تنسوش تصلوا يتسلموا على رسول الله لأفضل صلاوات اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم حلوة لعيد الأضحى المبارك اللي هي حلوة مسو يطحنسو هذ حلوة بزاف بنيناء بذوق الليمون تجي منعشة وخفيفة وطرية فيها نوع من القرماشة وأيضا نوع من الطرى وكما كنت شوفوا الصورة رهي موضحة نتمنع ناتنا لإعجابكم وصفة أنا تانها اليوم خليكم لكم رسول الله المقادير مشاهدة متعة للجامعة نبدأ على بركة الله مع المقادير وش نحتاجه عندي زوج حبة انت على البيض يكونوا كبار في الحجم ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة عندي كاس غير أصبع انت مارغارين ذيبة وتكون بردة عندي كاس غير ربع انت عنشا وعندي كاس غير ربع انت سكر عادي سكر كريستاليزي اللي هنا أنا نشاهد ارتوفي هذا الكاس لأنه ما عنديش الكيسان ذوك الكبار سينارة هو يهز كاس غير ربع عندي ايضا لنا ضوق الفانيلا عندي قشور الليمون عندي الفاريناء ونحتاجه كيس خميرة كيميائية ونحتاجه في الاخير بالنسبة لتزيين عصير الليمون والسكر غلاسي نحن خريكم المكونات او المقادير في صندوق الوصف نروح اذوق طريق التحذير في ريسيبيون نحطوا الزبدة تعالي كما قد تكون بردة والسكر وهذاك الزاس تعال سيتران او قشور الليمون وقرصة تعالملح ما تنسوش قرصة الملح ونخلطه اللي هنا بالفوي ولا بالباتور كيف كيف بالفوي تخلطه جيدا حتى نتحسو انه السكر تعنا راهو ذا بفتيك الزبدة من بعد اللي هنا نضيفه زوج حبات انت على البيض اللي هنا لازم نخلطه جيدا حتى نتشوفو يعني اللون تعال خالية راهو بدأ يصبح كريمي شوفو كيفاش راهو يبدأ يولي كريمي نضيفوله هنا ايضا الفانيلا تقدروا تكتافيه غير بالزاستة السيتران كما ممكن ديروا غير الفانيلا نزيد ونضيفوله هنا كأس غربة انتها انشا هذا الانشا هذا راح يعطيه كما قد تكون واحد القرماشا شوفو هناك ازدنا هذا كنشا وخلطنا جيدا شوفو القوام كيفاش اصبح من بعد الهنا في الاخير نبدأو نضيفه في الفانيلا بالتدريج انا ما قدرش نقولكم الكمية المحددة على الفانيلا حسب النوعية الفانيلا وعندي ايضا اخر حاجة كيس خميرة كيميائية من بعد الهنا نبدأو اللمو في العجين تحنا اضفت الكمية الاولى من بعد الهنا تحصلنا على هذا القوام راح نزيد ونكملو ونضيفو العجين فقط حاجة واحدة نقولكم باش يجيكم طري ويجيكم خفيف لازم العجينتاكم تخليوها طري ما تيبسوهاش بزاف اللينا نضيفو الفانيلا حتى نتحصلو على هذا القوام العجينتا عنا راه طري من بعد لنا وش راح نديرو ما نخليو العجين يرتح موالو ديلكتور راح نجيبو الميزان ونبدأو نوزنو العجينتا عنا كل حبة عشرين غرام من بعد نكوروها بلا ما نطبزوها بلا ما ندلوها نكوروها ونخليوها عكك ونحطوها في بلاتو ونزيد معاكم حبة ثانية بنفس الطريقة وإذا ما عندكمش الميزان اخدمي عينك ميزانك حبة ديرهم شوية صغيرة لحبة ديرها شوية صغيرة لأنه راي فيها الخميرة الكيميائية راح يزيد الضعف الحجم تحتها اللينا نضيفو نشكلو الحبة التعناك كامل بنفس الطريقة ونحطوهم في بلاتو لنكونوا فرشناه أو غبرناه بالفارينا فوتوا الفرن على 180 درجة شعروا لهم من تحتها كنشوفوا طاب من تحتها نزيد ونعطيه نصفروه شوية ما نحمروش بزاف بهذا الشكل وهذه النتيجة الآخرة شوفوا الحبات عنها كيفاش كبارت وكيفاش ولت عنها بومبي تجي ما شاء الله ويجيوا الحبات الكامل كيف كيف ما كانش اختلاف بين حبة وحبة طابعة الحر راح يكون فيه تشققات شوية من الفوق ولكن ما يهمش من بعد لهنا نجيبوه السيطر أو الليمون نحكموه زوج حبات نتع ليمون نحين لهم ذاك الزست أو ذاك القوشور ونعصروهم في العصارة الليمون زوج حبات طبيعة الحر القوشور نديرهم فلاجين والعصير نديرهم هنا كما كم تشوفوا نحطوا الحبات نشمخوهم بلك ما تخليوهمش حتى نشربوا بزاف نو نحطوا الحبة نغطسوها نعودوا نجيبوها ونبعد لهنا من جهة أخرى كما نديرهم لا أريش ولا كما أعفون كما نديروا هذك القميرات تشارك المسكر ولا بنفس الطريقة نحطوا ذلك الحبات تعنا ونرمدهم في ذاك السكر القلاسي أنا الأمانة هذه الحلوة رأي قطعت لي خمسين حبة كما اشتوز وش حبة تنتعى البيض وكي صغير ربع تعزبدة دار لي خمسين حبة تحلوة والبنة ما نحكي لكمش والله العظيم غير بنتو خاصة إلا أنا كنت نحط الحبات تعي نشربهم في هذك الليمون نحطهم على جهة نخليهم يتقطروا شوية ومبعد نحطهم في هذك السكر القلاسي وكي ما كنتشوفون نخليهم شوية رمضهم في السكر القلاسي ومبعد نحيهم واللي إحنا لو شاء ومتع الحلوة تعنا راه يتجي نص يعني إبان مشمخ ونص إبان بالسكر القلاسي إذا حبيتهم يكونوا مغطيين بيا بالصفاية كي ما نديروا هذك البوسولة تمسوا ولكن هذا الحلوة هذه يسمها حلوة غير تمسوا يطح نصوا وبالزاف بنينة ومنعيشة إذن هذه هي الوصفاتنا تنهى اليوم نتمنى أنها تنن إعجابكم وتجربوها تحبوا تدروها في لي كيسات كي ما قلتكم لو شاء متاع الحلوة هذه يجي هكا يجي نص مشمخ ونص بالسكر القلاسي الفوبات زيدوا لها السكر من الفوق تقدروا تدروها في لي كيسات تقدروا تقدموها تجي بزاف بنينة إذن هذه هي إذا عاشت تكون فيديو تنهى اليوم مع لكم إلا تكتروا لي من اللي جام تكتروا لي اسف الله فيديو وإذا عجبت من قناتي مع لكم إلا تدروه اشتراك ولا أبني ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ما بقالي نقولكم شاهدكم بالصحة تلقوا في عد آخر كي ما كنت شو لين حلوة لبعد ما قسمناها تقسم بكل سهولة وشوفوا حتى كي اللي هلن طب يذهب بالأصبح شوفوا رهي الضرية زبدة إذن لدي الوسفى تلعة عن هاليوم تهلا الله أفرواحكم وسلام